دي برمان بقى هنا قاعد جايبها من اولها الاخرة اه طيب اه على فكرة جماعة الان ده بعض القادة المشاركين في قمة السلام غدا ووصلهم الى القاهرة تباعا القاهرة تستقبل القادة العرب والاجانب المشاركين والوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام غدا وعايز اقول لكم ان الصور دي دي مقلقة جدا دي مقلقة جدا لكل المخططين كل اللي عملين يخططوا لاخراج اسرائيل من الازمة واخراج اسرائيل منتصرة بالخطة بتاعتها فلما يكتشف ان العالم بدأ يكتمع في مصر لمناقشة وضر فيما يحدث وبالتأكيد سيطلعوا على وهم كلهم ما كل اجهزة المخابرات في العالم وكل الحكومات في العالم ما فيش حتة في الدنيا مش متابعة لما يخرجهم ويتحدثهم غدا عن هذه الابادة العرقية التي تحدث للشعب الفلسطيني بدوء اخضر من الدول العظمة اللي عملها تتشدق بالديمقراطية زي اللي بانا وتتشدق بالحرية وتتشدق بالانسانية وتتنايل على عينها وزي بهذا الشعب يتطحن الطحنة دي ويموت بهذا الشكل الزعماء دول حيحرجوا النظام العالمي الاجتماع دا جاي في توقيت حيحرج النظام العالمي كله لانه حيحطوا قدام مراية حيحطوا قدام مسئوليته حيحطوا قدام دول رفضة اللي بيحصل قدام دول جاية عشان تلاقي حل للمصايب اللي بيعملها الكبار دول ما هوك دول انت عامل نفسك كبير وعملت ولع في بيوت الناس رحت الناس متجمعها وقعدة وقالت لا احنا مش عايزين حرايق عندنا احنا مش عايزين حرايق عندنا كل صحف العالم انا جايب لكم حاجات كتير جدا من صحف العالم الصفحة الاولى من كل صحف العالم كلها قدامنا اهيه كلها لا تتحدث الا عن ما يحدث في غزة وعن ما يحدث في فلسطين وعن الضحايا الفلسطينيين